اخرى خارج الخصم النقاط الست نقاط وغيرها واذا تكرر هذا من نادي الزمالك مرة اخرى انسحاب يحبط الزمالك للدرجة الرابعة يلعب معه في دوري او مراكز شباب ده تبقى ليه لوائح قبير اللواح الدولية بيقول كده وقالك لو تكرر هذا الامر مرة تانية الزمالك منسحب مش عنده اعذار قالك الاعذار ديات لا تقبل ان المحالة المرور كانت جيدة جدا جدا وعاز اقول لكم الرجال المنتشري في الشوارع الامن والمرور لما تعد تسمعها حالة المرور واؤتوبيس الزمالك يتحرك ويتوقف في اماكن مختلفة قالك الموضوع كان مهزلة ومسخرة المساخر انه الزمالك كان ممكن يوصل الساعة خمسة ونص تاني كان اوتوبيس الزمالك ده يصل استاد القاهرة خمسة ونص من ستة ولا سبعة ولا سبعة كان يوصل بحالة الشوارع الموجودة قبل التوقيت بساعة ونص على اقل او ساعتين لما تسمع بقى رجال المرور بيقولوا ايه لما تسمع حالة المرور في توقيت تحرك اوتوبيس الزمالك اذا الامر مضبر تاني انا بقول مضبر بناء على الحالة اللي موجودة والحالة اللي احنا نتكلم عليها اذا الامر النهاردة اتحاد الكورة عنده اجراءات عنده قرارات معانا كان مستر منتظر منصور في بيزة الحلقة قالك محدش هيقدر يعمل لي حاجة انا راجل قانون وانا قلت له مشكلتك انك راجل قانون قالك احنا مزبطين كل حاجة ومستقين كل حاجة بالورقة تبيس تحرك راح فين عمل ايه الحالة ايه الكلام ده كله اللي كنت بحكوه لكم لتبيس ما كنتش بتاريق بالمناسبة كنت بتكلم بجد نزلوا فين وعملوا ايه وبدوروا عليها وبيشتروا حاجات كده اللي هو عطل الدنيا شوية وقابل الماء خلاص انا قلت مش راحين يعني مش راحين مش هينزلوا الملعب مش هلعب المطش ده مش هتلعب المطش ده بقى تقلب تطلع تنزل تعمل مش رايح فرئيس نازل زمالك النهاردة حط تحدي الكورة تاني بقول على المحك تحدى وتحدى عمر الجنين واللجنة الخماسية وعمل اللي هو عايزه تاني بقول عمل له ايه وعمل له ايه نادي الاهلي نادي منضبط راح ونزل ولعبته راح ونزله احنا عندناش مشكلة حكام ملتزمين موجودين اجلوا ساعة قال لغلط كابتن بيوب قال لغلط هو الاتحاد يأجل ايه ساعة عشان يخايف مطشور مطال مصور قولا واحدا بالمناسبة لو انت بقى بتقولها بشكل واضح ايوة خايفين مشار متضاء اه اجل من سبعة ونص لثمانية ونص وما راحش برضو يبقى كمان الاتحاد اخطأ وارتكب جريمة ما كانش يعملها الاتحاد سبعة ونص يعني سبعة ونص تمانية للعاشرة زبالك ما راحش يصفر منسحب ما هتحصل التسعة للعاشرة يبقى احنا عطلنا الاهلي وعطلنا الناس وعطلنا حالنا ومنتظر مرتضى منصور ومرتضى منصور مش جايلك وما جالكش ولو كنت ععدت ساعتين قلتلك لو هتععد لبعض بكرة مش هيجيلك لو ععدت المطش الجاي بعد الترجي مش هيجيلك ولكن لانه خوف من مرتضى منصور تعد الكرة تاني بقول تاني هيطلع دلوقتي انتحد يقول لك لا خفت وايه زنب الاهلي يقعد في الملعب لحد الساعة تسعة ونص ايه زنبه ايه زنب الجمهور يبقى منتظر المطش يتلعب ولا يولع المطش دولة القانون عايزة شوفها انا بقولها على الهوى هو دولة القانون عايزة شوفها يولع المطش ولا يفرق معنا تفرق معا البلد وصورة البلد ايه مباراة هيئة هزم الاهلي تهزم الزمالك دور الراح عندنا ربعمائة الف دوري الجزيرة مليانة دوليب مليانة كؤوس ودوريهات وابطال وبطولات احنا نادي القارن مش فرق معنا فرق معايا الروح العالم بتفرق علينا النهاردة فضايح مش عارفين نعمل مطش مش عارفين نظم بطولة مش عايزين نكمل بطولة زي ما العالم كله بيبدأ مطش يا راجل ليفربول مطشات يلعب النهاردة الاتنين ويوم الاربع ويوم الساب ويوم لحد ولا حد اشتاكه العالم كله كده اشمعنا عندنا احنا يعني ليه يا راجل ده انت عارف من سنة اللي فاتت نهاية دور الابطال هيتلعب فين من سنة اللي فاتت فيه حد يتحجد بمطش ده الاسبوع اللي فات في الدور الانجليزي راحوا الملعب لانه خلاص الحكم امطار سيول نزلة ماينفعش الكرة تتحرك تلاتة سنتي اجل المطش اجلوا ايه تاني يوم لعبوا تاني يوم وكان بعدها بيوم اين عندهم مطشا لعبوها محادي شو قال لك انا ما عنديش مش رايح مش جاي مش عارف ايه اللوايح عندي وقونين عندي بيحصلش غير في مصر الكلام ده تاني بقول في مصر يا اما في دولة وفي قانون يا ما فيش محادي شكلمني بعد كده